تقول ابني متزوج وأحواله المادية ضعيفة ودائما أساعده لدي ذهب وأزكي هل يجوز إعطاءه الزكاة؟ هو يجوز أن تعطي زوجته وولاده ويجوز أن تقضي دينه يعني تقول زوجته عليكم دين في البقالة تقول مثلا الزوجين عمل البقالة يطلبون منها ثلاثمائة ديال تسدد الدين الذي على البقالة يعطاء الفروع والأصول يعني كل الإنسان يعطي زكاة أولاده أبناءه وبناتها أو يعطيها أبوه وأمه وجده وجده هذا مما ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز ولذلك يتلفاها إما أن يعطيها زوجته أو يسدد بها دينا عنه هل يجوز إعطاء الأخت المتزوجة الفقيرة المسكينة من زكاة المال؟ نعم وهذا أفضل يعني إعطاء القريب الفقير من الزكاة هذا من خير الأعمال الصالحة ويجتمع فيه أمران يعني زكاة وصلة صدقة وصلة ولهذا ينبغي يا إخواني الإنسان الذي عنده زكاة واجبة أو صدقة تطوع أن يتفقد قرابته لحن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة ما يعطي قرابته عندما أقول يقول يا أخي درع ما بيهم يدون عندي فلوش ما بيهم يفطلون لي يقال بيهم يجون لكل سنة يا أخي أوصلها بأي طريق إذا أنت بنت ببغي همي يش اسمه يعرفون عندك فلوس عاطها واحد من الناس يحطيهم يهم صحيح ولهم دارين لكن تحرم قرابتك وانت عندك يعني خير وعندك فضل ما عملت بقول الله تعالى يعني وآت ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل ما عطيت القرابة حقه